قبل 15 يوما على انتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية تصاعد حملة المرشحين الرئاسيين كاميلا هاريس ودونالد ترامب من وطيرتي الهجمات والتجريح الشخصي المتبادل ضمن ما يصفه خبراء باستراتيجية اللحظات الأخيرة لقلب نتائج السباق فالمرشحان يستغلان ظهورهما أمام المؤيدين والداعمين في التجمعات الانتخابية لإطلاق الهجمات ووسم بعضهما بعض بعبارات وأوصاف سيئة جدا كما يصفها مراقبون يصل بعضها إلى التجريح والتشكيك في السلوك والقدرات العقلية والذهنية فلماذا يكثف المتنافسان الجمهور دونالد ترامب وكاميلا هاريس مرشحة ديمقراطية هجمهما في الأيام الأخيرة قبل الاستحقاق الرئاسي ومنع كاسات هذه الانتقادات التي تصل إلى حد التجريح على القواعد الشعبية للحزبين وكيف يؤثر إبراز عيوب أي مرشح خلال حملات التنافس على مؤيديه وماذا حقق المتنافسان فعليا على الأرض من وراء التجريح ببعضهما قد تختصر وحدة دعايات المرشح الديمقراطية كامال هاريس ما بات يعرف باستراتيجيتها للحظات الأخيرة من السباق إلى البيت الأبيض رفعوا منسوب مطاصفوا ذهيل بالدعاية السلبية بعد أن أظهرت نجاعتها في كبح المد الجمهوري الأحمر في انتخابات التجديد النصفي قبل عامين وتسعى هاريس التي احتفلت للتو بميلادها الستين لتوظيف سن خصمها الجمهوري دونالد ترامب وهو على أعتاب الثمانين لبث الشكوك بشأن أهليته للرئاسة بعد أن لعب السن دورا حاسما في تنحي سلف هاريس بايدن عن السباق وعلى ضوء ما تظهره الاستطلاعات من تبخر الأفضلية التي كانت تتمتع بها هاريس في الولايات المتأرجحة المصيرية لحسم الانتخابات واللجوء إلى سلاح الدعاية السلبية يبدو في تصاعد على الطرف الآخر من حلبة السباق الرئاسي فترامب الذي كثيرا ما تهجم على خصومه الديمقراطيين ونعتهم بالاشتراكيين والفاشيين الذين يهددون ركائز أمريكا هوى حسب توصيف نيويورك تايمز إلى درك القذف والشتم المباشر قبل ساعات بوصفه إدارة بايدن هاريس بالحثالة إلا أن استراتيجية القذف والدعاية السلبية هي أشبه بسيف دي حدين على ما يرى الكثير من الخبراء فهذا الأسلوب قد يرعب دورا مفصليا في تعديل قناعات بعض الناخبين مرجحا بالتالي كفة هذا المرشح أو ذاك في انتخابات شديدة التقارب لكن الضخط دعاية السلبي وبرغم دوره في تحفيز القواعد الانتخابية التقليدية للحزبين قد ينفر على ما يحذر الخبراء شرائح المستقلين التي عادة ما تحسم نتائج الانتخابات للمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن كريس أدلسون أستاذ الحكمات في الجامعة الأمريكية في واشنطن كما ينضم إلينا من نيويورك توم كايس محلل استراتيجي للحزب الجمهوري أهلا ومرحبا بكما أبدأ معك سيد أدلسون من واشنطن من الطبيعي أن يكثف المتنافسان من تصريحاتهم في التجمعات الانتخابية قبل أيام من يوم الاقتراع في الخامس من نوفمبر المقبل ولكن كيف نفهم حجم هذا الهجوم والانتقاد الشخصي الذي يوجهه كل طرف إلى الآخر؟ دعونا لكم واضحين ليس كلا المرشحين إن ما يفعله ترامب خلال السنوات العشرة الماضية ليس بالطبيعي هو يتهم هارس بأنها شيعية وهذا غير صحيح ويتحدث عن استخدام العسكر لاستهداف مناوئه وأمور أخرى مروعة وهذلك كبار مسؤولين عسكريين خدموا في إدارة ترامب في الماضي يتهمونه بأنه فاشي وهو رجل يريد أن يصبح طاغيا هذا الوضع خطير ويتهدد بالديمقراطية الأمريكية وليس طبيعيا سيد كيس ما رأيك بذلك حجم هذا الانتقاد المتبادل ويقول السيد إيدلسون بأن مرشح الجمهوري هو من يبادر بهذه الاتهامات لمنافسته هارس كد أتفق مع ذلك وأن نشهد مرشح غير مؤهل لتبوء هذا المنصب وقد أظهر مرات عديدة بأنه يقوم بالترهيب والتخويف إن كان ذلك حدث في السادس من يناير عندما هدد بالإطاحة بالحكومة أو عندما تفوه بأمور مروعة عن مثلا اتهام متهم من البعض بأكل القطط والكلاب أو أيضا بما قاله عن جهود المساعدة بعض الإعصارات فهو تخلى عن الكياسة في الكلام وترى كل هذه الأمور المستغربة تظهر في حملة ترامب في المقابل أيضا مكاملة هارس المرشحة وجهت بعض الانتقادات التي وصفت بالحادة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب وقللت من قدراته الذهنية وأشارت أيضا إلى تقدمه في السن ألا يعتبر هذا في المقابل أيضا انتقاد ديمقراطي للمرشح الجمهوري ليس انتقاد هو تقييم منصف لتقارير طبية هو استمر بتجنب الرد على الأسئلة الأساسية أسئلة حول اختبارات لصحته الذهنية وأيضا كان يختلق بعض الأمور رأيناه يرقص على المسرح دون أي هدف كلها أسئلة يستحق الشعب الأمريكي أن يحصل أجوبة عليها سيد كايس وأنت محلل استراتيجي للحزب الجمهوري ترى أن الحزب اليوم لا يتماشى مع سلوك وتصريحات ومواقف مرشحه ترامب كلا إنه حزب دونالد ترامب ولكنه مرشح الحزب الجمهوري خلال العقد الماضي ترى مع ليست شيني ووالد ليست شيني الذي تحدث ضد ترامب وغيره من الجمهوريين الذين تحولوا لدعم نائبة الرئيس هاريس إنهم ما يبقى معه من سيبقى وفيا له بعد ذلك ما رأيك بذلك سيد إيدلسون وكيف ينعكس هذا الهجوم إن كان من كاميلا هاريس أو حتى من دونالد ترامب على آراء الناخبين وهذه القواعد الشعبية للحزبين ونتحدث عن 15 يوما فقط تفصيلنا عن يوم الاقتراع أولا يجب أن ننوه بنزاهة ضيفكا الآخر وهو ينضم إلى أشخاص مثل ليست شيني وديك شيني ونثني على كل ما يفعله لقد قال دونالد ترامب بأن هاريس بلهاء وكاميلا هاريس لا تمت بأي ما هذه الأمور بسرعة يمكن أن تحبها أو لا تحبها ويمكن للناخب أن ينتخب ما يريده ولكن دعني أقول أن هناك شخص واحد يكون بشتم خصومة وينشر الأكاثيب عن الانتخابات لقد كذب ترامب عن الانتخابات لسنوات كما أشار ضيفكا الآخر إنها ليست مسألة حزبية وأنا ممتن كثيرا لضيفك الآخر لأنه يلقي الضوء على هذا الأمر الهام مرة أخرى فيما يتعلق سيد ايدلسون بسلوك الناخبين من جراءها كذا بتصريحات كيف يتأثر والبعض يعتقد بأن هذه التصريحات تقود إلى ما يعرف بالعنف السياسي هل تتفق مع ذلك؟ لقد شهدنا العنف السياسي والهجوم الذي حدث في السادس من يناير ضد مبنى الكابيتول يتحدث دونالد ترامب عن العنف وإن هذا الوضع خطير جدا لقد قرأت مقالات في صحيفة الوالسريت جوردل يتحدث عن أن بعض المسؤولين يقلقون للعنف ويقومون بوضع الخطط لاستخدام المسيرات لحماية هذه الأماكن إن السياسيين الطبيعيين مثل ليست شيني وديك شيني وغيرهم من المحافظين من الجمهوريين يشعرون بالكثير الأسأة تجاه ما يحدث لقد قال ترامب أنه سيعفو عن الأفراد الذين هجموا على مبنى الكابيتول في السادس من يناير وهذا مروح سيد كيس في المقابل البعض يعتقد بأن محاولتين الإغتيال التي تعرض لها المرشح الجمهوري والرئيس سابق دونالد ترامب كانت مدفوعة كما يقولون بتصريحات الديمقراطيين المنتقدة له ما رأيكم بذلك؟ كلا هذا غير صحيح لم نشهد لغة تتماهى مع اللغة التي تسير على الشقاق والتي يستخدمها الرئيس سابق ترامب لقد رأينا ما حدث وهذه التصرفات يقوم بها أشخاص غير مستقرين عقليا أجادل أنه دون لهجة ترامب الخطابية دعية للعنف والمتشددة لما كان هؤلاء تصرفوا وقاموا بما فعلوه هؤلاء كانوا قد تعرضوا لكثير من هذه اللهجة الكلامية وهذا مؤسف ولكن بعض يعتقد بأن ترامب أيضا تعرض بالنتيجة إلى عنف سياسي بحكم محاولتها لإغتيال هذه بالنتيجة أبقى معك سيد كيس هل هناك حجم مسؤولية أو ما حجم المسؤولية اليوم السياسية وحتى الاجتماعية الملقى على عاتق المرشح للبيت الأبيض للرئاسة لسيما أن البعض يرى في مرشحهم قدوة سياسية وربما أيضا في الفكر طبعا إذن المرشح لمنصب الرئاسة يجب أن يكون مثالا يحتذى به بالرغم من كل الاختلافات في السياسة التي أشعر بها تجاه نائبة الرئيس هاريس وشخصها ومع كل ذلك هي مثال أفضل بكثير من نموذج ترامب وخطابه الداعي للكراهية واستهدافه للأقليات وللأشخاص حسب ميولهم الجنسي وكل ذلك هو يقوم بالتنمر وأنا لا أشدد على هذا المثال أمام أطفالي نعم سيد أدلسون هل سينتهي برأيك هذا الجدل مع نهاية الانتخابات وخروج النتائج أم أننا سنجد أنفسنا أمام جدل من نوع آخر هذا منوت بالتطورات إن فاز ترامب سيقوم بتطبيق كل ما تحدث عنه الثائر ضد خصومه والترحيل بأمواج كبرى وسيأخذ الولايات المتحدة باتجاه مثل اتجاه المجر تركيا أو روسيا إن فازت كامالا هيريس البعض يقول بأن ترامب هو شخص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته نحن نعرف بما سيفعله لا يقبل النتيجة وبعدما شهدناه في العام 2020 هناك قلق حقيقي تجاه اندلاع عنف سياسي أتمنى بأننا سنرى فسحة لجمهورينا الديمقراطيين مثل ليس شيني وديك شيني وميت رامني وضيفك الآخر الذين نتمنى أنهم سينتقلون بالحزب الجمهوري بعيدا عن ترامب نحتاج إلى الحزب الجمهوري كما كان في السابق حزب ريغين وبوش وكما أشار ضيفك الآخر اليوم الحزب الجمهوري هو حزب دونالد ترامب إن فازت هيريس بما ستكون فرصة للتحول نحو الطريق التي ستسمح لديمقراطية الأمريكية بالبقاء على قيد الحياة سيد كيس إلى أي حد يسورك القلق إزاء الوضع مع بعض الانتخابات الرئاسية ونحن نترقبها بعد 15 يوم إذا ما فاز ترامب أو حتى كاميل آرس أشعر بالقلق البالغ تجاه إمكانية خسارة ترامب رأينا نموذج من التصرفات ونموذج من الأساليب التي يحث فيها الرئيس السابق على العنف ويبقى السؤال هل سيواصل هذا النهج؟ هذا يسير القلق البالغ تجاه إمكانية اندلاع عنف سياسي في الشوارع بعد الانتخابات إن خسر ترامب إن فاز ترامب لا أرى ذلك على أنه سيفذو حدين نعرف بأنه سيتم قبول النتائج ونعرف بأن هناك إنصاف ونعرف حسب ما قاله ترامب أنه إن خسر فهو سيتهم مسار الانتخابات بأنه كان مزيف وعلينا أن نرى ما سيحدث ما الذي يمكن أن يمنع ذلك برأيك سيد كيس إذا ما فازت ترامب تتخوف من وقوع عنف سياسي ما الذي يمكن أن يحول دون ذلك ويحمي أمريكا في هذه الحالة؟ لا يمكننا أن نفعل أي شيء إن ترامب هو مسيطر دعنا نكون صارحين في مدى الصراحة إن خسر ترامب الانتخابات فقط ترامب قادر على وقف العنف السياسي لقد رأينا ما حدث في السادس من يناير حيث جلس هادئا وشاهد الناس يهجمون على مبنى الكابيتول رأينا كذلك ما حدث في أحداث شارلوتسفيل في مدينة شارلوتسفيل واستمعنا إلى خطابه الذي يدعو على العنف وهو فقط الوحيد القادر على وقف العنف وهذا يخيف حقا لك تعليق سيد أدلسون فيما يتعلق بهذه النقطة أن ترامب هو الذي يملك أو يستطيع كبح جماح العنف السياسي في أمريكا وكيف يمكن مقارنة الوضع الحالي في الانتخابات فيما يتعلق بهذا الخطاب مقارنة بترامب أمام بايدن 2020 وكذلك ترامب أمام هيلري كلينتون 2016 إن ضيفك الآخر محق وأشار إلى أحداث السادس من يناير وهو محق في ذلك لقد شهدنا هذه التطورات على شاشات التلفاز وكان مايك بانس نائب رئيس آنذاك وفريق العمل معه يتصلون بأسارهم وكانوا يشعرون بالخوف وكان هناك من ينادون بشنق مايك بانس أما جواب ترامب فقال وما يعني ذلك هذا لا يعني علينا الإنصياع ولكن ضيفك محق إن ما يمكن قادر على كبح جماع العنف هو دونالد ترامب لقد تحدثت عن النموذج الذي يحتذى به إن ضيفك هو نموذج ومثال يجب أن يحتذى به وهو محق وكل ذلك في يد ترامب تتحدث عن الخطاب السياسي في الولايات المتحدة لا مثيل لترامب في هذا المجال أنا ممتن لأشخاص مثل ضيفك الآخر الذي يفعل ما هو صائب هناك بعض الجمهوريين والمحافظين مثل ضيفك ويستحقون كل الامتنان نعم تبقى هذه وجهات نظركم كل شكر لك من واشنطن السيد كروس أديلسون أستاذ الحوكمة في الجامعة الأمريكية في واشنطن وشكر موصول لك من نيويورك سيد توم كايس محلل استراتيجي للحزب الجمهوري شكرا لكم